عندنا كثير من الأسئلة وعندي فقط دقيقة ونص دكتور قد سمعت دائما من عدة أشخاص أن في حالة السجود وقت الصلاة وإحساس الإنسان بجبهته على الأرض يعطي الشخص راحة رائعة ولكن أنا في بعض المرات عندنا عندما أكون مصابة بصداع أو مرض وأحاول الخشوع في صلاتي ولأن في وقت السجود أشعر بألم يدب برأسي هل هذا يعني أنني مقصرة في صلاتي وخشوعي؟ إطلاقا لكن هناك قضية أساسية في عملية السجود نحن معظمنا نقوم بعملية السجود على حواجز كهربائية مثل السجاد نعم لماذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة على الإطلاق كان عندهم هذه غرة الصلاة سيماهم في وجوههم من أسر السجود الرسول صلى الله عليه وسلم منع وضع أي سجاد أو حصير في المسجد النبوي السجود على الأرض الطبيعية لكن هذه العوازل تبقي الأمور مجال الناصي والتفكير بدون تفريغ شحنات فيبقى الإنسان يعني ليس تقصيرا في الصلاة لكن خطأا في تفريغ الشحنات على الأرض فكان أرحنا بها يا بلال لأن السجود على الأرض الطبيعية يفضل أمم حمد من رأسي الخيمة تقول أتمنى من الله أن أكون خاشع بصلاتي وبالقرآن بس كل ما أصلي أو أقرأ تأتيني أفكار خبيثة ومناظر تراودني أتعوذ وأصلي وأستغفر ما تروح هذه الأفكار أتمنى رضى الله والجنة تقول الحال ذكرناه وقوموا لله قانتين يعني حينما أقوم إلى عمل أحبه وأهتم به مثل ما ذكرنا مثلا إنسان هاون لكرة القدم فحينما يذهب إلى الملعب يذهب بكليته فيعيش الأجواء ما هو الشفاء المقروم بالعسل في سورة النحل أحمد يسأل هناك فرق رائع الله قال فيه شفاء للناس لم يحدد نوع الشفاء لكن هناك ميزة طريفة في القرآن الكريم وطالما نحن في برنامج نور حياتك قارن القرآن بشكل طريف فعلا بين النحل وبين الزباب التصنيف العلمي للنحل والزباب حشرات لكن النحل تلقى وحيا من السماء فالعسل مصدره وحي والوحي دائما يكون فيه البركة فالعسل مبارك الزباب لم يتلقى وحيا من السماء فالزباب ينقل الأمراض والجراسيم ومجتمع متفكك النحل مجتمع متكامل ويعطي العسل ففيه شفاء لأن مصدره ناتج عن وحي دكتور عندنا أسئلة كثيرة حقيقة ولكن الوقت داهمنا ومضطرين أن نستميح العذر من الأخوة الذين سألونا ولم نجب على أسئلتهم دكتور شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه الحالة مهمومين مرضى مكتئبين نحن نقود زمام أمورنا وبيدنا كل شيء فلنبقى مبتسمين ولنتفائل دائما ولنجعل حياتنا شعلة من نور مع السلامة